هيا يا أطفال هيا نمتيا وقم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا طبيقة كثوة كوكو وكل يورقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أربع دور والشاطر يعطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو ياسي دعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي مساء الخير يا أطفال مشراكم لفاز إذا أنا محبا بكم في حصتكم مفضلة مع عمو ياسي عمو ياسي استاذبكم اليوم في هذا الدكور الجميل وكذلك الأطفال اللي رمي يشاهدوا فينا وحبوا تاني هما يجوا كما هاد الأطفال اللي رمي هنا وعمو ياسي استاذبهم معليهم إلا يتوجهون موقعنا الانترنت عمو ياسيد بون كوم بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو ياسيد بون كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك يا أطفال لما تسجلوا للحضور لازم شوية صبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو ياسيد حبي يجيبكم كامل لعندو يا أخي إذا شوية صبر وراحين تحضروا معنا إن شاء الله يا أطفال كنا اتطرقنا في الأسبوع الماضي اتطرقنا لمرض خبيث هذا المرض الخبيث هو من أكبر نسبة الوفيات في العالم من هذا المرض الخبيث تعرفوا هذا المرض الخبيث اللي ما يتدوش مرض عضال هو مرض السرطان واليوم في هذا الفترة هذه يوم 15 فبريه نحتفلوا ونتوقفوا باش نسندوا الأطفال المرضى بالسرطان يا أخي كان بزاف الأطفال اللي بعد شر مصابين بهذا المرض هذا الخبيث لازم نسندوهم نزوروهم في المستشفية نسندوهم لأنهم أطفال أبرياء يا أخي كيما أنتم معا هكذا بعد شر يا أخي يا أطفال برافو برافو ككل مرة نطرح عليكم لغز تحبون الغاز برافو إذن يلا دروكار نطرح عليكم لغز ما هو الشيء الذي تعكل منه بالرغم من أنه لا يأكل نحن عوده لكم ما هو الشيء الذي تعكل منه مع أنه لا يأكل إذن فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا الأطفال إلا حبوا يجاوبوا لغز معا لهم إليه توجه الأنترنت بهذه الطريقة مويازيت أربعز والشاطر يوطين الحل أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الأنترنت مع آقل اكتب عمويازيت.com اضغط على زورة جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آقل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذا فكروا ما هو الشيء الذي تأكل منه بالرغم من أنه لا يأكل يا أخي صعبة شوية صعبة شوية خلاص يا أطفال في كل حصة نكتشف شخصية شخصية إما جزائرية ولا عالمية اليوم راح نكتشف شخصية سيد روح والحاج مع إيناس إذا تصفيق على إيناس تصفيقها تصفيقها فضلي إيناس تصفيقها لإيناس تصفيقها لإيناس مساء الخير يا أطفال اليوم جتناحكي لكم على حياة شهيد سيد روح والحاج سيد روح والحاج المولود في سنة 1930 بورغلا شابة وترارعا في دوروف كان يسودها الفقر والبؤس من جراء الاستعمار بعدها أرسله أباه عند عمه سنة 1948 الذي كان لاجئا بتونس وهناك ولج المدرسة الخلدونية وتنقل فيما بعد إلى جامع الزيتون الذي وصل فيه درسته بدرجة عالية من التفوق ليعود سنة 1953 إلى ورغلا ليجد أهل البلدة في مواجهات مع المستعمر ثم أرقي عليه القبض بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية الذي أجبرا على أدائها ولكن لم يترك الفرصة تمر حيث عمل على خدمة التورى الجزائرية بكل ما أتسي من قوات دون أن تنتبه لذلك السلطة العسكرية الذي طلبت منه في أحدى المرات المشاركة في عملية عسكرية فرنسية ضد الأهداف الجزائرية فأبدأ اعتراضه ورفضه لتنفيذ الأوامر تعسفية مما أدى إلى صدور قرار بنقله إلى الجزائر ووضعه تحت المراقبة الشديدة مع خضوعه الدائم للأبحاث والتحريات وبعد مدة وجيزة تمكن البطل من صفوف الجيش الفرنسي وتوجه خفية إلى تونس لإتمام دراسته ومن ثم انخرط ضمن الخلايا التنتلية لجبهة التحرير بتونس عام 1955 ثم قرر ترك صفوف الدراسة والاتحاق بصفوف الجيش التحرير بالحدود التونسية برتبة ملازمة حيث قاد عدة معارك إلا أن أستشهدها في معركة حامية الوطيس وقعت بنواحي خراطة بسطيف شكرا 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 شك أين سكني هبة؟ التزاير تعرف المحفظة الثاني؟ كم من عرفتهم ترى التزاير؟ نعم اتي تاني، واسمك؟ لويزا حميدة واسمك؟ لويزا حميدة لويزا حميدة، أين سكني؟ في البراشمة التعمش تابير ميق تمش؟ فلم دية فلم دية، خير ناس، خير ناس بنتي، خير ناس، خير ناس أبلكم أنارش عمو يازيد، أضع لكم هذا السؤال لأنو عمو يزيد دلكم أغنية المحفظة نقول فيها محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي يا خيط قلنوا معي يلا كامل محفظتي يا حافظة أدواتي محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي دمت دمت رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي دمت دمت رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي يا حافظة أدواتي يا حافظة أدواتي يا حافظة أدواتي موسيقى 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 أنت رفيقة دربي كم شهدت مساري أنت رفيقة دربي كم شهدت مساري إخلاصك زاد حبي ألفت وجودك بجواري محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي دمت دمت رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي أحملك بافتخاري كونك حقيبتي أحملك بافتخاري كونك حقيبتي حاملك بظهري كأنك من ذاتي محفظتي 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 يا حافظة أدواتي دمت دمت رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي حفظتي أدواتي زاد حب أستاذي حفظتي أدواتي زاد حب أستاذي شاركتي مطابرتي وكذا على اجتهادي حفظتي محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي دمت دمت رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي كنت ما صار بدايتي كم أحببت إخلاصك ورفقتي في دراستي لا أنسى لك فضلك ورفقتي في دراستي لا أنسى لك فضلك برابو 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 أجبتكم؟ نعم حبوا المحفظة؟ نعم برابو إذا المحفظة هي اللي تشاركنا المثابرة عناء الاجتهاد هي اللي ترافقنا هي رفيقتنا يا أخي لازم تتعلم فيها دائما تكون مرتبة وتكون نظيفة المحفظة يا أخي يا أطفال محفظتكم لازمها تكون مرتبة ونظيفة وش عليكم دركان؟ نروحوا ألعاب الخفة إذا تفضل تفضل عم أبراهيم اللي جانب مدينة شلف مرحبا بك عم أبراهيم أركم ملاح أطفال أركم ملاح اليوم الساحر لا يجب لكم الظهور ولا الحمامات وإنما هذه المرة جبت لكم حبل الخدعة بزاف بسيطة ولكن في نفس الوقت بزاف قوية نشوفوا مع بعض يلا عندي حبل كما قلت لكم نحكموا رأس الحبل ملاحظة ونجلب المقص على الساحر وهو أصباع وش ارجع؟ ارجع لنا زوج وش لازم نتعرض هذه المرة نصحوها؟ وش عاود يرجع؟ عاودي يرجع حبل واحد هاد المرة سنغيروها ولكن كيف شرح نغيروها؟ سنحكموا جزء واحد فقط ونجيبوه من هاد المكان نعاود ونصلح للحبل وعاود يرجع كما كان هاد المرة واش نديرو نزيد ونطورو الخدعة وراح مثلا ننزعو جزء من الحبل على بل يبليركم تقولوا الحبل مقصوص ولكن لا هو مازالو جديد ورجع ضائرة غريب ها ها نظرك عندي اضافة ها عاود يرجع كما كان شوفوا هاد المرة واش راح ندير ها 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 عاود يرجع حبل كما كان راح نجيبو الجزء من الحبل اللي نحيناه نغال لول ونحسب واحدة زوج ثلاثة ها 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 عجبتكم اللعباء وكما وعدكم اللعباء بزاف بسيطة وفي نفس الوقت بزاف قوية ثقة حارة على رواحكم شكرا 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 يا أطفال حكاية اليوم كالمعتاد حكاية شيقة اليوم راح نحكي لكم حكاية جميلة هي حكاية القلم والممحات هاد الحكاية عبارة عن حوار دار بين القلم قلم الرصاص والممحات قال لهم الرصاص قال للممحات قال هانا نكرهاك أنا أنا كامل ما نحبكش قلت له علش ما تحبنيش قال لها لي أنا كي تمحي كل ما أكتب أنا نكتب وأنت تمحي قلت له بس حلش ما تحبنيش أنا نديل العمل تعي فقط أنا قلت له أنا نمحي إلى الأخطاء بعد قلت له كي تكون حاجة صحيحة ما نمحي هالكش نمحي إلى الأخطاء يا أطفال الممحات تمحوا الأخطاء بعد القلم ما أحب شي فهم قلت له هكذا قال لها لا لا أنت دائما أنت محي وكامل قلت له لا لا أنا أمحي إلا الأخطاء هاي ومبعد تكاكا هكذا هاي قال لها وقلها عندك الحق قال لها تنكرها غير على باطل نعود نحبك لأنك اللي عملت عليك مفيد قلت له بصحية صديقي يعني نحس روحي كل ما نعمل كل ما نصغار يعني ننقص في الحجم شفتون ممحات كيت محين بيها تنقص كل مرة تنقص شوية يا أخي هو ثاني قال لها أنا ثاني قال لها كل ما يكتبوا بيها هكذا ننقص ثاني في الطول ايه قلت له أنت ثاني عن باني غير أنا قال لها أنا ثاني كل ما نكتب ننقص في الطول عمو يا زيد عمو يا زيد نستخلص من هذه الحكاية أنه لا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا تضحية من أجلها تصفيق على أبو بي تصفيقها تصفيق على أبو بي أعبركم يا أطفال باللي في الدنيا هدي في حياتنا ما نقدروش نفيده الآخرين بدون تقديم أي تضحية شفتون ممحات كيف يجضحيه القلم كاش يضحي إذا هذا هو تاني الإنسان في حياته اليومية باش يفيد الآخرين لازم يقدم تضحية يا أخي يلا معي يا أطفال إذا يا أطفال لا نستطيع إفادة الآخرين إلا بتقديم تضحية تضحية يا أخي أنا أحب أن أسمعكم أنتم مع إلي عندكم نكتة جميلة شكونا عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي تعالى 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 أروحي بنتي أنا ما عندي نكتة بس حاوصنا نلقي لك واحدة القاسدة اللي كنتات كيف سموك؟ لويزا كيف سنلبيتها؟ ها تعالى اعزائي الأطفال سألقي على مسامعكم قصيدة عنوانها صوت صفيري البلبني صوت صفيري البلبني هيا قلبي يا ثميلي الماء والزهر معا ما ظهر لحظي المقلي وأنت وأنت يا سيدلي وسيدي وموللي فكم فكم في يمني وزيل وقل أقول في مطرعها صوت صفيري بولبول كيف حفظت هذه القاسدة كامل؟ في المدرسة؟ في المنزل برافو برافو بنتي أروحي بنتي تعالي واسمك بنتي؟ حيبة ألاء زيدي وين تسكني؟ في الزاير حكينا نقطتك في حت المرة كان جوحا راح جوحا للسوق ومدكي راح أقل لازم نشر حمار وعندما اشترى حمار اشترى حمار قالوا يخصوني تسعة حمير وبعدها عندما اشترى تسعة حمير عندما يصعدوا في حمار يحسبوهم يجدوهم تسعة وعندما ينزل يجدوهم عشرة حسنا برافو كان يركب فقر حمار يحسبوهم تسعة بعدك ينزل يحسبوهم عشرة حسنا شكونا عندهم كتا جميلة؟ تعالي 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 أقعد قصيدة قصيدة تفضل وين تشكنوا نوردين؟ في الجرفة في الجرفة واسمك؟ اسلام اسلام وشعال في عمرك اسلام؟ ثمانية يحكينا القصيدة أقبل الربيع فأقبلت معه الحياة بجميع صنوفيه وألوانيه فالنبات ينبت والأشعار وتوارق وتصيره والغنم يطغو والحمام يهدل والغنم يطغو والغنم يطغو كل شيء يمتلئ بالحياة ويملئ الحياة فإن كان هذا جمال جزء فأنت أروحها برافو السنة السنة عندك أمانة تبلغ النقع تحية للناس تجلفة سلم عليهم كامل يا أخي هاي برافو أعطينا التحية لقاعد الناس تجفى شكرا شكرا تعالى 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 نروح منها خليه يجي ولك تعالى أقعد واسمك؟ علاء أين تكون علاء؟ في بليدة في بليدة أقعد 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 أصحاب الحرف ليسوا يغنينا الطرف ولنا كل الشرف أننا نحيي المحن فصل صناع البلاد كل يوم في ازدياد ولهم في كل واد حسنات ومهن إن للأوطان دينا كتكتبناه علينا كل شيء في يدينا هو حق للوطن برافو 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 يا أطفال فكرتوا في اللغز فكرتوا ليسوا يüzه أنتم ما هي سأناها منه بما أنه لا يؤكل ما هو الشيء الذي تأكل منه بما أنه لا يؤكل اللعاب لا لا تفكير ساليم وش هو الهواء الهواء لا لا الصحن برافو واسبكوا اليدين وين تسكن فتزين فتزين اروحوا اليدين تعالى تعالى الجواب هو الصحن شيء تأكل منه بالرغم أنه لا يؤكل الصحن يا أخي أعطينا الكادو تعالى صديقنا أروحوا اليدين إذا شاطر الكيمانتا عم يزيد يهديك هذا الكوب لكي تناول فيه الحليب تشرب الحليب صباح أو الأشياء؟ نعم وكذلك سدي من حق الطفولة لعم يزيد إن شاء الله يفيدك يا أخي مليدي تفضل شكرا شكرا إذا تسفيق عليه تسفيق عليه شاطر ندرك الحقنا الركن عيد الميلاد عدنا عيد ميلاد كريم كريم التحق بيا حداشن سنة تعالى كريم تعالى وأصدقائنا يروحوا يجيبونا القاتل وتع كريم وأحنا نغنلو عيد ميلادك أحلى عيد التحق بيا تعالوا تعالوا يلا موسيقى عيد ميلادك أحلى عيد رب تكتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى من القلب يديك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي نمية سنة وتعيش أيامها أخرى شرح يا ربي نمية سنة وتعيش أيامها أخرى موسيقى يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا بسهل مراح غني نفراح ونعش أحلى الأوقات بسهل مراح غني نفراح ونعش أحلى الأوقات موسيقى هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا سيدناها بيلا حروا يا محلاها بس مكنتا سيدناها بيلا حروا يا محلاها موسيقى 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 سنة حلوة يجريد ثلاثة ثلاثة واحد برافو زيد 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 برافو تسفيق عليه إذن إذن كريم كريم بما أنك جمعت خمس قاسمات من حليب رامي رامي مموّل برنامج يهديلك هذه الهديثة تمثل في إنطابلات كيدز إنطابلات كيدز إن شاء الله تستفد بها تفضل ولدي ندلوها في الكيس هلا تفضل ولدي وعمو يزيد يهديك شهادة مشاركة في البرنامج هي شهادة في إنجاح تصوير حسة مع عمو يزيد وكامل أنتم تخرجوا تسيبوا الشهادة تنتعكم في انتظاركم في ظرف جميل كما هذا باش تحتفتوا بها كذكرى تفضل ولدي برافو وأنا مبقى لي إلا نقولكم ابقوا على خير إستنونا في الأسبوع المقبل نهار ثلاثة على الخمسات العشية على قناتكم الشوروك تيفي نحبوكم يا أطفال لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأياب في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يازين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في الموعد الجديد مع عمو يازين